وفي الملف الحكومي وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الوزراء بلقاء المتظاهرين لشرح ظروف الدولة واتخاذ إجراءات سريعة وأضف في كلمة خلال اجتماع مجلس الوزراء أنه عندما تحاول الحكومة إعادة هيبة الدولة تحدث ضجة لأن الكثير من الأطراف تعتاش على الفوضى كي تكون الدولة ضعيفة وتفقد هيبتها معترفا في الوقت نفسه بعدم استطاعة القوات الأمنية القيام بواجباتها بسبب انكسار المعنويات خلال تظاهرات أكتوبر الماضي تطورات فيما حاولت إعادة هيبة الدولة هذه دائما عندما تبدأ البداية السرع من الرجة ومن التحديات لأن هناك كثير أطراف عايشين على هذه الفوضى عايشين على أن الدولة تكون ضعيفة والدولة تفقد للهيبة نعم خلنا اعترف الأجهزة الأمنية لا تستطيع أن تقوم بواجبها الكامل بسبب انكسار معنوياتها نتيجة أحداث أكتوبر الماضي الآن نحاول نستعيد هيبة الدولة عن طريقة نفيذ القانون تحدي الجماعات الإجرامية تحدي السلاح المنفلت وبدأنا إجراءات على مدى الأسبوع الماضي الناس بالنتيجة من حق المواطن الظاهر بسبب من حق المواطن الظاهر لصناعة فوضى المطلوب من اللي عندنا كلنا نتعاون كوزراء مجلس وزراء والتكامل والتكاتف فيما يخص بعضنا ترى يضعف لأي جناح بالكابينة هو ضعف للجميع تعتقد أحد أنه يكون بعيد عن النقد لهذا السبب نحتاج نتعاون جدي نتكاتف والعمل بجدي يعني نحتاج لقاءات من الوزراء مع المتظاهرين مع المطلبين نشرحون بطروفنا زائدا إجراءاتنا سريعة الإجهزة الأمنية راح تكون عليها مسؤولية كبيرة راح تشوفون قريبا راح نقوم بعمليات لاستعادة هيبة الدولة فرض القانون الحكومة مطلوبة تصنع معجزات كبيرة من ما مطلوبة توفر أمن حماية وضع اقتصاد من الانهيار والوصول الانتخابات